What's the verb to be in the past? It's was and where النهاردة هنركز قوي على was لما عايز أقول كان يوجد كذا أو كان في حاجة موجودة قبل كده بقول there was وwas دايما ييجي وراها اسم مفرد وبتيجي بمعنى كان يوجد عشان أتكلم على حاجة كانت موجودة in the past أو في الماضي For example هقول there was a boy under the table نبص على الصورة دي كده عندي boy وعندي table there was وهنا كمان أنا استخدمت prepositions اللي إحنا لسه وغدانا prepositions of place أو حروف جر الخاصة بالأماكن there was a boy under the table there was a boy under the table يعني كان يوجد طفل أو ولد تحت التربيزة طيب لو أنا عايز أعمل سؤال أو عايز أسأل باستخدام was هنقول was there was there يعني هل كان يوجد يبقى أنا لما استخدم question لو عايز أعمل question بthere was هقول was there هبدأ بالفرب to be وبعدين هستخدم there was there under the table نبص على الصورة yes there was yes there was يبقى أنا لما بعمل question بwas there لو الإجابة yes بقول yes there was لو الإجابة no بقول no there wasn't تبتعالوا بينا نبص كده على الexercise ده أو على البيكتشر دي أنا هنا عندي post office يعني ايه post office زي ما اتفقنا مكتب البريد وعندي library اللي هي المكتبة السؤال عندي بيقول لي was there a library beside the post office يعني هل كان يوجد مكتبة بجوار مكتب البريد الإجابة هتبقى إيه نبص على الصورة أو طبعا أنا عندي post office beside the library أو library beside the post office فهقول yes there was طيب تعالوا نشوف سؤال تاني was there a library beside the post office تعالوا كده نبص على الصورة دي أنا جنب الليبري هنا عندي post office ولا bank it's a bank يبقى الإجابة إيه no there wasn't no there wasn't يعني لأ ما كانش فيه ناخد سؤال تاني was there a bank beside the school تعالوا كده نبص على الصورة أنا عندي school وعندي bank يبقى was there a bank beside the school يعني هل كان يوجد bank بجانب أو بجوار المدرسة طبعا الإجابة واضحة yes there was شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن